بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة المتابعين معنا في القناة تحدثنا في الفيديو السابق عن سبب دخول الهواء في أنابيب الحبر في طبيعات التانك وخاصة طبيعات الكنون وأخذنا هذا المثال ووعدنا بشرح كيفية حل هذه المشكلة الطريقة الأولى والتي شرحناها في أكثر من فيديو لطبيعات الإبسون وطبيعات الكنون وطبيعات البراثر والتي ركزنا فيها على استخدام السوفت وير المرفق مع الطابعة بشرط أن يكون منازلينه كامل من النت أو من السيدي المرفقة مع الطابعة لو شفنا على الكمبيوتر يعني مثلا هذه طابعة كانون نروح على البرنتينج ريفرانسيس دائما نقول نروح دائما على المينتيننس وهذه ما بتكون موجودة إلا إذا كنا نزلين السوفت وير كامل من النت في عندنا أكثر من الخيار من ضمن الخيارات اللي هو الإنك فلوش طبعا هذه الطريقة ممكن نعملها من الطابعة نفسها ممكن نعملها من الكمبيوتر من الكمبيوتر طبعا أسهل التعاون معها بالنسبة للإبسون نفس العملية هذا إبسون مثلا لو أخذناها نفس الشيء زر الأيمن برنتينج بريفرانس أو بريفرانسيس بعدين مينتيننس وفي عندي إش اسمه الباور إنك فلوش إنك بنسبة للبراذر هذه الميزة مش متوفرة في المينتيننس متوفرة في المينتيننس مود اللي شرحنا فيديو متكامل عنها وطبقنا عليها مع طابعة الـ 510 هذا كان شرح للمينتيننس مود في طابعة البراذر وأهميته وهذا كان تطبيق على T510 ولكن هناك سيئتين لهذه الطريقة السيئة الأولى إنه سهلة كمية من الحبر أحيانا منلاحظ أنه خزان الحبر بنزل تقريبا ربع الكمية والسيئة الثانية إنه عداد لبادة الحبر رايح يكفز بشكل كبير يعني كأنه طابعين على الطابعة 500 ورقة أو 700 ورقة تقريبا الطريقة الثانية اللي رايح نتعلمها اللي بستطيع أنه يعملها طبعا توفر علينا في الحبر وما بالضر بلبادة الحبر اللي يصفنجة الحبر أو الإنك أبزوربر هذه الطريقة مطلوبة يكون عندنا أربع سرنجات أو أحيانا ممكن يكون السرنج واحد كافي نخسله بين كل لون وآخر ممكن السرنجات تكون لها خراطيم ركبلها أنابيب بتسهل علينا أحيانا في الشغل ممكن الأنابيب تكون الكطر مختلف طبعا في طابعات الإبسون لازم نقوم بإخراج أغراج الحبر الموجودة فوق الهد أو فوق رأس الطباعة العملية ميش صعبة كثير البراذر نوعا ما أصعب شوية فهم الله هذا الطابعة سبيل المثال لما طلعنا أغراج الحبر منحصل إنها إياش معظمها خالية من الحبر أو فيها كمية بسيطة من الحبر طبعا السرنج لازم يدخل للداخل حتى نتمكن من سحب الحبر نلاحظ كل ما علينا نخلي الحبر هذا الطريقة حتى يمتلي أنبوب الحبر الغرش الثاني والغرش الثالث وهكذا طبعا الحبر نخليه في الخزان نرجعه حسب اللون أو ممكن نحكم جزء منه داخل الهد مباشرة حسب ترتيب الألوان طبعا لازم ننتبه على ترتيب الألوان ونخلي قطعة كلينيكس أسفل الهد عساس ما تتسخ الطابعة بالنسبة لطابعات الكنون العملية نوعا ما بالنسبة للأسود سهلة ولكن بالنسبة للملون نوعا ما صعبة طبعا أول شيء نفتح كفر الطابعة بعدين نجيب الحبر للوسط أول شيء نفتح أغطية الأحبار ونفتح بعدين على الكارتريج بالنسبة للأسود ونقوم بصحب الحبر ونفتح مجرى الحبر ونلاحظ الحبر بتعبى وبعدين منغلق مباشرة بالنسبة للألوان بالنسبة للأزرق الآن نفتح نفتح مجرى الحبر نسحب بعدين مباشرة نقوم بالإغلاق نفس الشيء بالنسبة للوردي الآن نفتح المجرى مباشرة نقوم بالإغلاق نلاحظ الأنبوب الوردي صار فل ونعيد هذا العملية بالنسبة لللون الأصفر طبعا الحبر ممكن نخليه نرجعه على التانك مباشرة أو ممكن نخلي كمي منه داخل الهد مباشرة أو داخل الكارتريج تقريبا هذه العملية شوين الكنون يعني لازم نغلق ونفتح نوعا بشكل سريع عساس الحبر ما يرتد في الإمبوب وما يدخل الهوى للإمبوب نلاحظ أنابيب الحبر الآن ما فيها داخل هوا ومليئة بالحبر أوكي ونغلق على الكارتريج أول شي وبعدين نغلق أغطية الأحبار هذه ملخص للطريقتين اللي ممكن نحل فيهم مشكلة الدخول الهوى إلى أنابيب الحبر إذا حد عنده أي إضافة ما يبخل فيها علينا نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر